أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في وصف اليهود لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثمى وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ولا يزال الحديث متصلا عن اليهود وقد تقدم معنا في المجالس الماضية وذكرنا لماذا أكثر الله من ذكر اليهود في هذه السورة مع أن السورة تتحدث عن الوفاء بالعقود وتتحدث عن الحلال والحرام يعني ما هي علاقة دخول البني إسرائيل واليهود في هذا الموقع فضل حبيبي يا سلام عليك نعم لأنهم أكثر الأمم نقضا للعهود فهؤلاء مثال حي لمن ينقض العهود وطبعا الله سبحانه وتعالى يذكرهم حتى يجتنب ما يفعلون فيقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة وقاحة اليهود المعروفة تعدوا على الله سبحانه وتعالى فوصفوه بأقبح الصبات وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني ماذا؟ يعني أنه بخيل سبحانه وتعالى فقال الله في الرد عليهم غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وفي هذه الآيات إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نثبت لله هذه الصفة دون تكيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيه كما ذكرها الله سبحانه وتعالى وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا بعض الناس أيها والإخوة لا تزيده الحجج إلا إعراضا وتكذيبا لأن الله سبحانه وتعالى طبع على قلبه وفي الناس من يهديه الله سبحانه وتعالى بأيسر سبيل لأن الله فتح عليه ولذلك قال في الآيات التي مرت معنا أُلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا أيها والإخوة من النفاق الواحد مننا أحيانا يسمع هذا الكلام ويقرأ كثيرا ولا يراجع قلبه ولا يعالج قلبه ويظن أنه بمنأة عن ذلك والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشد الناس خوفا من النفاق خايفين من النفاق يخاف الواحد منهم أن يكون في قلبي شيء من النفاق وهو لا يدري ومنهم عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخبره النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى فلان وفلان 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 من المنافقين ولا يخبر أحد فقال عمر بن الخطاب لحذيفة يا حذيفة سألتك بالله هل عدني رسول الله من المنافقين فاجأه بالسؤال فقال لا ولا أخبر أحدا غيرك فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم الكمل كانوا يخافون من النفاق لذلك انبغ علينا أيها الأخوة أن يحاسب الإنسان نفسه دائما نسأل الله أن يطاهر قلوبنا من النفاق لأن الإنسان قد يعتريه العجب ويعتريه الضعف ويعتريه ثناء الناس أو الغرور فادخل في نفسه هذا المرض والعياذ بالله فيقول الله سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا يعني هذا الحق الذي يؤمن به المؤمنون لا يزيد هؤلاء المكذبين إلا طغيانا وكفرا بك وتكذيبا ولذلك أذكر قصة لصفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وم المؤمنين وهي بنت حيية بن أخطب اليهودي فتقول لا أزال أتذكر وأنا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فذهب والدي إلى لكي يرى صفة محمد وكان من علماء اليهود قالت فذهب إليه ورجع فقال له عمي أهو هو هل هي الصفة التي عندنا مكتوبة في التوراة فقال نعم نفس الصفة فقال فما فماذا ترى يعني وش الراي قال عداوته ما بقيت فهذا هو معناها وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا منهم مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَأَلْقَيْنَا يوم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة هل المقصود هنا ألقينا بين اليهود فيما بينهم العداوة والبغضاء الآية تحتمل ذلك وألقينا بينهم العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى الآية تحتمل ذلك ولاحظوا في التعبير هنا قال وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبغضاء وقال في الآية التي سبقت معنا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء وقلنا أن المقصود بأغرينا هنا نفس المعنى الذي فيه ألقينا نعم لأن الإغراء الإلزام والإلساق والملازمة نعم وجاء هنا فقال وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه الله في إشارة إلى ولع اليهود على مر التاريخ بإشعال الحروب والفتن متخصصين في هذا وقصصهم كثيرا في التاريخ وكثير من الفتن التي وقعت في أوروبا في القرون المتأخرة كان سببها اليهود في الحروب التي وقعت بين أوروبا في أوروبا الشرقية وفي الغربية والحرب العالمية الثانية كان اليهود لهم يد رئيسية في إذكاء هذه الحروب ولذلك انظروا كيف عبر الله سبحانه وتعالى قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صفات عجيبة الحقيقة يصف الله بها اليهود في القرآن الكريم لو أردت أن تفرد حديث القرآن الكريم عن اليهود لظهر لك يعني كتاب ضخم خاصة بكشف شخصية اليهود مع أن اليهود في التاريخ قلة لكنهم خبثة قلة مؤثرة ولاحظوا إلى يومنا هذا وهم كذلك مرت عليهم فترات في التاريخ ما كان لهم حضور ظاهر لكنهم كما قال الله يسعون في الأرض فسادا اليوم لاحظوا عددهم قليل دولتهم صغيرة لكن يعني أفسده العالم الآن زي الأخطبور ثم يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وذكر منهم من آمن بنبيه وآمن بي فإنه يؤتى أجره مرتين يعني اليهودي الذي يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام ثم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى أجره مرتين ويضاعف له الأجر وهذا ترغيب لدخولهم في الإسلام اليهود الآن لو أردت أن تدخل في دين اليهودية غير مقبول منك أنك تدخل في اليهودية الدين اليهودي مغلق ليس دين مفتوح مغلق لا يقبلون في اليهودية إلا يعني كأنها جنسية لا بد أن تكون أمك يهودية حتى تقبل في الدخول في اليهودية النصارى بالرغم من أن النصارى دين خاص لأن عيسى بن مريم أرسل إلى بني إسرائيل فقط لكنهم حرفوا دينه وخلوه دين عالمي وأصبحوا يعني يروجون ويبشرون بالنصرانية وأدخلوا فيها الآن العالم أصبحت النصرانية عددهم ضخم جدا وهذا خلاف شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه يقول في الإنجيل قال إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة والوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة هو محمد عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبل وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يغري أهل الكتاب بالدخول في الإسلام ويقول لهم لو دخلتم في الإسلام لكان لكم مزية ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم شوفوا التحبيب في الدخول في الإسلام لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني لأنزلنا عليهم السماء بالمطر وأنبثنا لهم الأرض وأدررنا لهم الأرزاق كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار وهذا إشارة أيها الأخوة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يؤمن الناس وأن يدخل الناس في الدين وأن ينقادوا لأوامره ولذلك قال في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون إشارة هنا أيضا إلى ما تقدم معنا من عدل الله سبحانه وتعالى في حكمه على هؤلاء أنهم ليسوا كلهم أهل عناد وكفلا وتكذيب ولكن منهم أمة مستجيبة تستجيب للدعوة وتدخل في الدين ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لاحظوا هذا النداء الثاني بصفة الرسول والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا أيها الرسول تعظيما لهذه المكانة التي أنت فيها وهي صفة الرسالة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهذه الآية من الأدلة الصاري الصريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل إبلاغ الرسالة لأنه لم لم يكمل إبلاغ الرسالة لا وقع في الملامة فهذه الآية تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لكنك قد فعلت فبلغت الرسالة وقلت لكم أن هذه السورة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أي ما بلغتها على وجهها والله يعصمك من الناس وهذه الآية يقول العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ حراسا يحرسونه حتى لا يغدر به أحد فلما نزلت هذه الآية صرف الحراس وحماه الله سبحانه وتعالى فقال والله يعصمك من الناس ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومعه عدد كبير من المسلمين في الجيش لكنهم تفرقوا تحت الشجر ينامون وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة فجاء أحد المشركين ووقف بالسيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه فرصة سانحة لقتل محمد فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني يا محمد الآن السيف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وانت سيفك معلق بالشجرة فقال الله قالوا فسقط السيف من يد العرابي خوف وهيبة وحفظ من الله وكاد ينخلع قلبه فالشاهد أن هذا من معاني قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس بمعنى يحفظك ويمنعك إن الله لا يهدي القوم الكافرين ولا شك أيها الأخوة أن للمؤمن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم من الحفظ ومن العصمة بقدر إيمانه وتصديقه ويقينه فالله سبحانه وتعالى يحفظ المؤمنين ويدافع عن المؤمنين بقدر إيمانهم وبقدر صدقهم وإخلاصهم نسأل الله من فضله ثم يقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين لاحظوا أيها الأخوة كيف أن القرآن الكريم يذكر قواعد عامة إن الله لا يهدي القوم الكافرين لماذا؟ بسبب كفرهم صح؟ إن الله لا يهدي القوم الكافرين بسبب كفرهم فكلما كان لهم نصيب أوفر من هذه الصفة كلما زاد ظلالهم ولذلك لا تستغرب أنك ترى الكافر في ظلال مبين وفي عمياء وفي جهالة ويتخبط وأمراض وكوارث وخطط فاشلة لا تستغرب لأن الله سبحانه وتعالى قد أضلهم وقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال إن الله لا يهدي القوم الكافرين المؤمن أيها الأخوة ينور الله بصيرته بنور الإيمان فعلا المؤمن يهديه لله سبحانه وتعالى يسر أموره يفتح له أبواب الخير والرزق من حيث لا يحتسب بسبب إيمانه الكافر يضيق الله عليه صدره يضيق حياة التضيق خطط التفشل بسبب كفره وبالرغم من ذلك ترى أن أهل التقدم هذا ليس هذا دليلا على الهداية أبدا ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء هذه السورة في الآيات التي تأتي معنا الآن فيها حوار مع أهل الكتاب قل 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 وهذه يسمونه في المفسدين يسمونه أسلوب التلقين الذي يلقن الله سبحانه وتعالى والملقن محمد عليه الصلاة والسلام ماذا تريد أكثر من ذلك يقول أن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم كذا قل لهم كذا قل لهم كذا وأنا أقول أحيانا في بعض هذه السور عندما يأتي الأستاذ الذي يدرسك فيغششك في الاختبار سوف تأخذ هذا التلقين يعني على محمل الثقة لأن الذي يعطيك المعلومات أستاذك ولله المثل الأعاد فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الحجج ويلقنه الردود على هؤلاء المكذبين وهؤلاء الكفار فيقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء لستم على شيء أنتم على باطل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم تلقائيا لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله العظيم التوراة والإنجيل المحرفة التوراة والإنجيل المحرفة الموجودة بين أيدينا اليوم فيها إشارات كثيرة جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحريف بعد التحريف يعني هم حاولوا أنهم يشطبون كل إشارة إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبالرغم من ذلك بقيت إشارات كثيرة تدل على محمد عليه الصلاة والسلام فإقامة التوراة والإنجيل تستلزم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام فقال الله يا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين يعني لا تحزن على القوم الكافرين ولا يزيدك تكذيب المكذبين وإعراض المعرضين إلا إيمانا وثباتا ويقينا بصدق ما جئت به والحق الذي بين يديكها محمد ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وتأملوا معي في هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا الذين هادوا يعني اليهود والصابئون والنصارى الصابئون في القرآن الكريم فيها كلام كثير للمفسرين المقصود بهم قالوا الذين لا دين لهم وبعضهم يقول الذين يعبدون الكواكب وبعضهم لأن الصبأ في اللغة تأتي بمعنى ما لا وانحرف فكانوا يقولون للمسلم إذا أسلم لقد صبأت عن دينك يعني انحرفت عن دينك إلى دين جديد فالصابئون بعضهم يقول هم الذين يبحثون عن الحق فلا يستقرون على دين إذا عرفوا أن غيره أصلح منه ونحو ذلك من التعريفات لكن على كل حال هم من غير المؤمنين فئة من الفئات التي كانت قبل الإسلام ولا يزال بعض من يسمي نفسه أنهم من الصابئة في العراق يعني لكنهم أقلية فيقول الله سبحانه وتعالى يعني الآية تقول الذين آمنوا بك محمد والذين كانوا يؤمنون بموسى من اليهود ثم آمنوا بك والذين كانوا من الصابئة ثم آمنوا بك والذين كانوا من النصارى ثم آمنوا بك وعملوا عملا صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيه إشارة إلى أن الإسلام يجب ما قبله من الكفر ومن الأديان وهذا له أدلة كثيرة ثم يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا سبحان الله يعني هذا أسلوب بني إسرائيل اليهود كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا ولذلك بلغ من عتوهم وإجرامهم أنهم تجرأوا فقتلوا بعض الأنبياء ولا شك أن هذا لم يقع لأي أمة من الأمم إلا لليهود بني إسرائيل تجرأوا أنهم يقتلون الأنبياء يعني قوم صالح قتلوا الناقة لكن ما قتلوا صالح وقوم نوح وقوم عاد لكن اليهود قتلوا الأنبياء وهذا يعطينا درس في أن هؤلاء لا يمكن أن يقام معهم صلح ولا يقام معهم سلام لا يمكن هذا ما هو معقول أنك تترك كل هذه الآيات الواضحة الصريحة التي يفهمها لما يفهم وتتركها إلى مثل هذه الترهات فينبغي أن يكون لكتاب الله من الحرمة ومن التعظيم في نفوسنا ما ينهان عن سلوك مثل هذا الطريق ثم يقول الله سبحانه وتعالى وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ عَلِيْهِمْ يعني فَعَمُوا وَصَمُوا ثم تاب الله عليهم ثم عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وإلى كثرة اختلاف واضطراب اليهود وكثرة إيمانهم ثم عودتهم إلى الكفر وكثرة دخولهم ثم خروجهم على أنبيائهم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم ومن هذا الاختلاف هذا السلوك أنهم حسبوا ثم تاب الله عليهم بعد فتنتهم ويقولون القول فيغضب الله عليهم ثم يستغفر لهم موسى فيتوب الله عليهم ورفعنا فوقكم الطور وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ثم عفونا عنكم تجدون هذا في سيرة بني إسرائيل وبالرغم من ذلك لا يزيدهم هذا العفو وهذا الصفح وهذا التسامح الذي يعني يحله الله سبحانه وتعالى عليهم ويعطيه لهم إلا عتواً وعدواناً ثم يقول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ومرت معنا آية مماثلة ليس كذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ثم تأتي فتسمع من يقول ما يجوز أن تقول لهؤلاء أنهم كفار ليش؟ قال يعني هذا ما يصلح الكلام هذا نعم لا يقال اليهود النصارى أنهم كفار طيب نعم الله سبحانه وتعالى يكفرهم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم شف الفرق بين قول عيسى وبين قول هؤلاء الكفار وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم وتلاحظون في آخر السورة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم ونفس الكلام اللي موجود هنا وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ما أوضح هذه الآية ولا تحتاج إلى شرح ولكنها في غاية الوضوح والصراحة في أن من يشرك بالله سبحانه وتعالى ويموت على الشرك فإنه لا يدخل الجنة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا مبينة أو بعيدة ولاحظوا أنه يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا الدليل على ماذا؟ على أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله وأن أي ذنب غيره فهو دونه ولذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به فكأن هذا أعلى ذنب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك ينبغي يا أيها الإخوة أن لا يمل المسلم من التحذير من الشرك والتنبيه عليه والملاحظة حتى في كلماتنا وفي عباراتنا وفي زلات ألسنتنا أحيانا يقول للإنسان بعض العبارات التي توهم معنى الشرك ما ينبغي أن نتساهل فيها وينبغي أن نتواصى في التحذير منها والنهي عنها حتى يصف لك دينك وعقيدتك لأن القرآن الكريم لو قسمناه ربما يزيد عن الثلث أو النصف حديث عن التوحيد ونهي عن الشرك وحديث عن الأمم كلها من لدن قوم نوح عاد ثمود شعيب عيسى موسى محمد كله نهي عن الشرك وتحذير من الشرك وذكر لقصص المشركين وعاقبة المشركين إلى آخر وانظروا هنا في كلام عيسى عليه الصلاة والسلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ثم يأتي أتباعه الذين يزعمون أنهم يتبعونه فيقولون أنه ابن الله ويشركون به مع الله سبحانه وتعالى ولذلك تبرأ منهم عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ثم أيضا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث النصارى ليسوا طائفة واحدة منهم اليعقوبية الذين ذكرت لكم في درس سابق الذين يقولون إن الله تعالى الله عما يقولون علوة كبيرة حل في عيسى فيعزعمون أن الله حل في عيسى ولذلك يؤلهون عيسى وفئة أخرى يقولون لا الله ما حل في عيسى لكن عيسى ابن الله فيرون أنهم ثلاثة الأب والابن وروح القدس ثلاثة في واحد هذا الدين هذا ما يقتنع به أغبى الناس ولذلك دائما ما يجادلون ولا يحبون المجادلة في هذا إذا سألتك كيف ثلاثة في واحد يعني يشرح لي ما تدخل الدماغ فقالوا ما نناقش في هذا نحن نقبلها كذا نمشيها فبالله تخيل عقيدة الذين يتبعونها يمشون يمشون النقاش فيها يعني مثلا عيد تنفهم وما استطعنا أن نفهمها بشكل جيد ولذلك نحن نؤمن بها جيل وراء جيل ونمشي ولذلك سألت أحد القسيسين يوما وقلت له كم مرة قراءة التوراة والكتاب المقدس إنها مجموعة في كتاب واحد فقال مرة واحدة فقلت طيب لما أنت متخصص مفروض أنك تحفظ قال لها ليس فيه ما يدعوني إلى قراءة مرة أخرى تخيل نحن كيف يقرأ الواحد من القرآن ويعاتب نفسه أنه لا يقرأه بشكل مستمر فيقول الله سبحانه وتعالى هنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم في هذه الآيات عتاب شديد لقد كفر الذين قالوا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم نعم ليس المقصود هنا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس المقصود بها أن فيهم من يعني ليس بكافر وهو مقيم على ما هو فيه من الضلال وإنما المقصود بها ليمسن الذين يصرون على البقاء على هذا الكفر منهم عذاب أليم فيه إشارة إلى أن منهم من يستجيب ويدخل في الإسلام وهذا الواقع قديماً وحديثاً هناك من يستجيب منهم ويدخل في الإسلام وفيها إشارة أيضاً أخرى وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا لسبب وهو الكفر فكل من خرج من هذا الكفر بالإيمان وإنقاذ وسلم فإنه يخرج من هذه العقاب ثم يقول الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم ولاحظوا أيها الإخوة حديث المسيح أو حديث القرآن الكريم عن المسيح حديث عجيب يعني تلاحظون الحديث عن موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم أكثر من الحديث عن محمد أليس كذلك؟ والحديث عن عيسى أكثر من الحديث عن محمد غريبة ولذلك يقول أحد علماء النصارى أخذت القرآن الكريم وكان في ذهني أنه سيكون حديث عن خديجة وعائشة ومحمد وأبي بكر لأنهم هؤلاء هم الذين قام عليهم الإسلام قال فلما قرأت القرآن فإذا حديث عن عيسى ومريم وموسى وليس فيه ذكر عائشة ولا خديجة ولا فإذا حديثه عن النصارى وعن دينهم وعن بطلان ماهم عليه وعن عيسى وعن حقيقة عيسى فدخل في الإسلام وأسلم ففعلا هذه من الأشياء التي ربما لا ننتبه لها نحن المسلمين ونحن نقرأ القرآن الكريم ولا يلتفت أحدنا لماذا أكثر الله من ذكر عيسى وذكر موسى لتفنيد هذه الشبهات والرد على هذه الأخطاء وهذه العقائد الباطلة حتى يجتنبها المسلم ثم يذكر الله حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام ومريم عليهما الصلاة والسلام فيقول ما المسيح ابن مريم المسيح ابن مريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مثلها مثل الرسل الذين سبقوه وأمه مريم وأمه صديقة لا أقل ولا أكثر ليست نبية وليست من خوارق العادة هي صديقة امرأة صديقة صالحة جعل الله لها آية فولد لها عيسى من غير أب كما ولد آدم من غير أب ولا أم وكما ولدت حوى خلقت من غير أم فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام هو بشر له إله وله ابن إله ولا هم يحزنون هذه حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام ولذلك حتى تلاحظون في سورة آل عمران فيها هذا المعنى الله سبحانه وتعالى سماها سورة آل عمران آل عمران هؤلاء من هم آل عمران؟ عائلة عائلة من العوائل الصالحة من بني إسرائيل ولد لهذه المرأة الصالحة امرأة عمران بنت وسمتها مريم ثم ولد لمريم هذه ابن وسمته عيسى فهم عائلة أسرة مثلها مثل أي أسرة لا فيهم لا يعني ألوهية ولا شيء فيقول الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سبق موسى وسبقها زكريا وسبقها يحيى ومجموعة كبيرة من الأنبياء وتعرفونهم وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ما أجمل هذه الكناية في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى حيي كريم سبحانه وتعالى يكني في القرآن الكريم عن المعاني التي قد يستحيى منها فبدل أن يقول الله سبحانه وتعالى إن عيسى عليه الصلاة والسلام ومريم كان يأكلان الطعام ثم يحتاجان إلى ما يحتاج إليه البشر من إخراج هذا الطعام فقال كان يأكلان الطعام بس وأنت تفهمها وهذا الحقيقة في غاية البلاغة وعندما يقول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء عبارة جميلة يعني كناية عما يقع بين الرجل والمرأة مما ينقذ الوضوء أو نحو ذلك فانظر يعني إلى هذا الأسلوب الرائع في الكلام تستطيع أنك تقول ما تريد بعبارة جميلة وبأدب والقرآن الكريم يعطيك مثال رائع جدا في هذا الجانب فالله يقول يعني في هذه الآية بكل وضوح عيسى بشر مثلها مثل أي بشر اللهم إلا أن الله قد استفاه وجعله نبيا وجعله آية وأمه صديقة امرأة عابدة قانتة وكان مثل غيرهم يأكلنا الطعام ويعيشون كما يعيش غيرهم ولذلك كان المشركون يستغربون من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرونه يمشي في الأسواق فيقولون يعني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق طيب واش تبغون طيب تبغون واحد من الملائكة ما يمكن هذا قالوا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ما يمكن أن نرسلك ملك في هيئته الملائكية ما يمكن التواصل معه ولذلك سنحول إلى رجل فرجعنا في نفس لذلك كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل فيلتبس على الصحابة من هذا يا رسول الله قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ثم يقول الله سبحانه وتعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون يعني تأمل يا محمد في هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى كيف نبين لهم الحقائق ونذكر لهم الحوادث ونذكر لهم التاريخ الصحيح وبالرغم من ذلك كيف يؤفكون ويصرفون ويصرفون عن هذا الحق وعن هذا العلم الذي جئت به إشارة إلى أن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم من هذا الكفر والتكذير ثم يقول الله قل يا محمد أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًا ولا ضرًا يعني حتى هذه بالعقل ما تستقيم كيف تعبد حجرًا لا ينفع ولا يضر كيف تعبد بشراً لا ينفع ولا يضر هذه بالعقل ما تستقيم يعني لابد إذا أردت أن تعبد ولذلك قال أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يعني عقل ما تركب لأنك إذا كنت ستتخذ إلى فلابد أن تتخذ إلى قوي يدافع عنك ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد المشركين يا فلان كم إلهاً تعبد قال عشرة قال تسعة في الأرض وواحد في السماء قال فمن لرغبك ورهبك قال الذي في السماء قال فلما تعبد معه التسعة هالذين في الأرض فهذا دليل على تناقض المشرك الشرك هو خلل في التفكير إشراكه الله سبحانه وتعالى وإشراكه أحد معه في العبادة هو خلل في التفكير ما يمكن يستقيم هذا مع العقل ولذلك كيف تعبد صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغل هذه الثغرة في منطق الكفر فلما جاء للأصنام إنهال عليها تكسيرا وترك أكبر واحد وعلق فيه الفاس كما يقال في الآثار فلما جاءوا قال من فعل هذا بآلهتنا فلما جاء أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم طبعا كيف نسأل الكبير هذا فسألوه هو اللي كسر الصغار هذه كلها هو اللي كسرها لاحظ سبحان الله يعني مشهد مضحك كيف تعبدون هذه الأحجار ثم تأتون إليها فلا تعرفون من هو الذي كسرها على الأقل يعني لو كانت أخبرتكم بمن فعل هذا الفعل لكن منطق الكفر واحد قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ولو كانوا استجابوا له لكان هذا خيرا لهم ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا ولا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن أهل الكتاب كان فيهم طائفة يغلون في دينهم كما أنه في كل دين من يغلوا في دينه فهناك من المسلمين من يغلوا في دينه وقد نهينا عن الغلو في الدين وهناك من أهل الكتاب من يغلوا في دينه ويتنطع فنهوا عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون فالدين دين الوسط والله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخره من الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب سلوك الوسطية في الدين والاستقامة والاستقامة والوسطية هي السماحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين فالله يقول ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل هذه الآيات يوليقها المتتابعة كلها تؤكد هذا المعنى وهو معنى الحذر الشديد من الانحراف وراء ظلالات اليهود أو النصارى وأنهم يسولون لك ويحاولون أن يلبسوا عليك دينك وربما كان هذا التلبيس قديما أهوى منه حديثا فإن اليوم قد كثر تلبيس اليهود والنصارى علينا في ديننا بشكل لم يسبق له نظير تدخل الآن على شبكات الانترنت فتجد المواقع الكثيرة التي تلبس عليك دينك وتصلك الآن على البريد الالكتروني كثير من رسائل التشويه والتشكيك في الدين ويقف وراءها يهود ونصارى وغيرهم وتجد في القنوات الفضائية الآن قنوات تبث النصرانية وتبشر بالنصرانية فيقع فيها كثير من المسلمين وهو ما دينه ضعيف وعلمه ضعيف ويأتي فيقع فريسة لهؤلاء الذين يظلون الناس ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع أهواء قوم هؤلاء اليهود والنصارى قد ظلوا وأظلوا كثيرا يعني هم بهم بس فقط ظلال وإنما أيضا يعني يصدرون هذا الظلال إلى غيرهم قال وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم والغلو هو مجاوزة الحد الغلو هو مجاوزة الحد بمعنى الزيادة في الدين عما افترضه الله عليكم فهذا منهي عنه في كل الأديان والمأمور به هو التوسط الذي جاء به الدين فدين الله وسط بين الغالي فيه وبين الجافي عنه وليس معنى التحذير من الغلوة أيها الأخوة الدعوة إلى تميع الدين لا ولكن خذ الكتابة بقوة ومن أخذه بقوة لزوم السنة ولزوم الوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا وأظلوا كثيرا في ذلك نهينا أيها الأخوة عن اتباع سبيل اليهود الذين تمهروا وتمرسوا في الظلال وفي إضلال غيرهم ثم يقول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون في هذا أيها الأخوة إشارة إلى أن بني إسرائيل أمة متمردة لم يسلم نبي من أنبيائهم من ظلمهم ومن فسقهم ومن جورهم عندما تقرأ عن داود عليه الصلاة والسلام وعن سليمان في كتاب أهل الكتاب تقرأ كلاما يقشعر منه البدن من قبحه ومن سوءه في حق داود عليه الصلاة والسلام وفي حق سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام وهم من خيرة أنبياء بني إسرائيل بل إنه لم يكن لبني إسرائيل دولة الحقيقة في التاريخ إلا في زمان سليمان وداود عليه الصلاة والسلام وبالرغم من ذلك هم لا يعتبرونهما إلا ملكين فقط وليسوا أنبياء والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أنهم من أنبياء بني إسرائيل الكبار عليهم الصلاة والسلام فالله يقول أن بني إسرائيل هؤلاء لعنوا الذين كفروا منهم لعنوا على لسان داود ولعنوا على لسان عيسى بن مريم لماذا يا رب؟ قال ذلك بما عصوا يعني بسبب عصيانهم المتكرر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا الله المستعان لاحظة أيها والإخوة هذه الصفة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوثق عرى ديننا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن السفيع على الحق أطرا أو لا يأخذنكم الله بعذاب من عنده والأحاديث في أهمية الأمر المعروف أن المنكر كثيرة لأنه يحفظ الله به المجتمع وهو ابتلاء لبعضنا ببعض يقع هذا في المنكر فيبتل الله أخاه به ينظر هل ينهى عن المنكر ولا لا والبعض مننا يتحرج ويقول أنا أستحي أني أنهى عن المنكر الآن خله إلى بعدين بحاول أني أجي على جنب بحاول أني أرسله ولا يفعل شيء من ذلك أنا أقول فعلا إذا كنت تريد أنك تأتي بأسلوب مناسب هذا ممتاز جدا صحيح نحن لا ندعو إلى أن تكون سيئة الخلق مع الناس لا لكن لا تكون أيضا مميعا لدينك حتى أنك تتخلى عن الأمر المعروف أنه عن المنكر تماما فهذا من دواعي سخط الله غضبه ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني بذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم ذكر صفاتهم فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل من بني إسرائيل يرى الرجل يرى أخاه على المنكر فينهى فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه يعني يشوف أخوه على المنكر وينهى ولا يستجيب له وبالرغم من ذلك يمشي ويروح معه ويجي عادي ما في مشكلة وكان المفترض أن يهجره وأن يكون شديداً عليه حتى ينتهي عن هذا المنكر وقد ذكر الله في سورة العراف كما مر معنا في أحد المجالس أن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينجيهم الله سبحانه وتعالى إذا أخذ أولئك بالعذاب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون ثم قال بعدها بآيات قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون يعني الله سبحانه وتعالى ما أضع جهد أولئك في الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر وإنما أنجاهم عندما حل بهم العذاب وهذا قد حدث مع قوم صالح عليس كذلك صالح عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمعروف أنه عن المنكر فلما حل العذاب بقومه أنجاه الله لوط عليه الصلاة والسلام وبناته أنجاه الله وأهلك عاد هود عليه الصلاة والسلام أنجاه الله وقس على ذلك فعاقبة الله في الأمرين بالمعروف والنهينا عن المنكر حميدة وأن الله يرفع عن الأمة العذاب بسببهم ويحفظ المجتمع بسببهم ولا ينبغي لنا أن نتهاون في شأنه أبداً والله سبحانه وتعالى ذكر هنا في من أسوأ أسباب غضب الله ولعنته لبني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعله ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا هنا الحديث عن بني إسرائيل وكيف أنهم يتولون الذين كفروا حتى وكم أيام موسى عليه الصلاة والسلام وأيام عيسى يتولون الكافرين لذلك يذكرون في تاريخ النصرانية في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام رحمك الله أنهم كان اليهود يمالئون الرومان الوثنيين على عيسى والحواريين وسعوا أرادوا أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام وفعلاً جاء هؤلاء جنود الرومان وقبضوا على عدد من الحواريين وقتلوهم وأرادوا أن يقتلوا عيسى ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه فقال الله سبحانه وتعالى وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم فهم كانوا أيضاً يسارعون يتولون الذين كفروا في زمانه وفي هذا إشارة أيها والإخوة إلى الآية التي تقدمت معنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم ثم يأتي الحديث بعدها فيقول ترى كان في بني إسرائيل من يتخذ الكفار أولياء فأيضاً لا تكونوا مثله عندما يقص الله علينا مثل هذه القصص فهي تحذيرية المسألة ثم يقول لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم كان جزاؤهم على هذا الفعل أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون طيب هل يقول الله سبحانه وتعالى لأنهم في العذاب خالدون إلا لأنهم قد ارتكبوا فعلاً مكثراً لا شك أن هذا هو الحق أن الله لم يحكم عليهم بالخلود في النار إلا لأنهم قد ارتكبوا فعلاً مكثراً بتوليهم للكافرين ثم قال الله ولو كانوا يؤمنون بالله رحمك الله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون هذه الآيتان الحقيقة فيها إشارة واضحة إلى أن من تولى الكافرين من دون المؤمنين فهو كافر والآية واضحة في ذلك في قوله وفي العذاب هم خالدون ثم قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون وإلى هنا ينتهي نصيبه هذا المجلس من هذه السورة العظيمة والحديث عن بني إسرائيل ولا يزال في بقية دروسيا إن شاء الله التي سوف تكون في المجالس القادمة إشارات واضحة لكثير من صفات اليهود وعداوتهم للمؤمنين وذلك كله من أجل الاحتياط والحذر من هؤلاء اليهود الذين لا يفتأون يكيدون للمسلمين ويحاربونهم ويسعون في الأرض فسادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وأن يرزقنا العمل به على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك